كأن أحزاب السلطة الحاكمة في العراق منذ 17 عاما لم تلحظ الاحتلال العسكر الأمريكي إلا اليوم لتقوم بدعوة أنصارها وعناصر ميليشياتها الطائفية للخروج في تظاهرة وصفتها بالمليونية للمطالبة بخروج القوات الأجنبية من العراق فأي ذاكرة هذه التي تريد أن تمحوها هذه الأحزاب وقد شاهد العراقيون جميعا والعالم كله قادت هذه الأحزاب والميليشيات وهي الجثية على ركبتيها تتوسل بإدارة بوش وأركان إدارته من اليمين الصهيوني لاجتياح العراق عام 2003 بذريعة تحريره من الدكتاتورية فبادلوا ضباط الغزو الأمريكي الأحضان والقبل والهدايا رغم أن هذا الغزو أحال العراق إلى خراب وأنقاض وبقايا دولة ثم عادت هذه الأحزاب الكرة مرة أخرى في العام 2008 بتوقيعها اتفاقية الإذعان مع إدارة بوش تحت توصيف اتفاقية الإطار الاستراتيجي والتعاون الأمني المشترك مقتدى الصدر الطامح ليكون النسخة العراقية عن حسن نصر الله وفقا لمعهد هيتسون الأمريكي للأبحاث وتقمص دور البطولة وفقا لصحيفة نيورك تايمز دعا من مدينة قم حيث يقيم إلى تظاهرة مليونية ضد الوجود العسكر الأمريكي بعد أيام قلائلة فقط من دعوته لتشكيل ما سماها أفواج المقاومة الدولية ضد الأمريكيين لتقابل هذه الدعوة بهرولة سريعة من زعماء الميليشيات وفرق الموت الطائفية التي كان يصفها الصدر حتى وقت قريب بالميليشيات الوقحة أهرولوا لتأييد هذه الدعوة وهي الميليشيات نفسها التي لم يجد مقتضى الصدر حرجا من التحالف معها برغم سجلها الأسود في الانتهاكات الحقوقية والجرائم الموثقة في تقارير المنظمات الحقوقية الدولية كالعفو الدولية وهيوم الرئيس واش وغيرها دعوات ومطالبات زعماء الميليشيات بإخراج القوات الأمريكية التي حملتهم عام 2003 على ظهور دباباتها إلى حكم العراق تعالت بعد قتل الولايات المتحدة الأمريكية قاءت فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد وتصاعد نغمة المسؤولين الإيرانيين بطرد القوات الأمريكية من المنطقة ردا على هذا القتل هذه الدعوة يراها الكثير من المراقبين على أنها نوع من النفاق السياسي لقوى العملية السياسية وميليشياتها وهو ما أكده وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو بالقول إن المسؤولين في العراق في العلن يطالبون برحيل القوات الأمريكية وفي الاجتماعات السرية المغلقة يريدون بقاءها